اشتركوا في القناة رئيس الحكومة واللي حضر فيه السيد وزير الداخلية كذلك واللي كانت مناسبة لنا اننا نديوا اولا وقبل كل شيء اعتزازنا بالرسالة دي سيدنا الله ينصروا فيما يخص الاحصاء العام للسكان والسكنة واللي بالنسبة للمندوبية الثامية للتخطيط في جميع المراحل دي التحضير ديالو كانت دائما معتمدة التوجيهات دي سيدنا فكل ما عملناه باعتماد توجيهات ديالو صاحب الجلالة واعتماد الارادة ديال اننا نكون في المستوى ديال ما تنتظر منا صاحب الجلالة وهذا شيء واللي تنتظر منا كذلك الشعب المغربي فالحصاء هو احصاء ديال السكان والسكنة اي هو عملية ديال المغاربة كلها وهذا اللقاء هذا اللي درناه كان عنده الفائدة اننا طالعنا على جميع الامكانيات اللي ضرورية باش نجزوه فاحصن الظروف هذا الاحصاء كما ورد في الخطاب سيدنا الرئيس الحكومة وكذلك شفنا شنو هي المساندة اللي خاص للسادة الولاة والعمال في عين المكان وفي الميدان انهم يسندوا العاملين باش يقوموا بالدور ديالهم علما بان دور ديال المندوبية وديال الباحث هو مبينو بالاسرة ما تدخل حتى شي واحد اخر ولهذا هذا اللقاء كان اللقاء لتوضح ديال الجامع للتوجيهات ديال صاحب الجلالة واننا نكون في المستوى